ضمن زيارته للجمهورية التركية التقى سيد الرئيس محمود عباس نظيره التركي رجب طيب اردوغان في اجتماع ثنائي في المجمع الرئاسي في العاصمة انقرة خلال الاجتماع اطلع سيدته الرئيس اردوغان على الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على شعبنا وممتلكاته ومقدساته الاسلامية والمسيحية اضافة للتسارع الخطير في واترة الاستطان والاستلاء على الاراضي والانغلاق الحاصل في العملية السياسية جراء تعنت الاسرائيلي كما بحث الرئيسان العلاقات الثنائية بين فلسطين وتركيا وسبل تعزيزها واستمرار التشاور والتنصيق المشترك بينهما فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى مواقف تركيا الداعمة والثابتة لشعبنا في المحافل الدولية كافة قدم سيدته الشكرى لتركيا اضافة على ما تقدمه من مساعدات لشعبنا القيادة التركية كانت دائما سباقة في تعبير عن مواقفها الداعمة والمساندة والمتضامنة مع القضية الفلسطينية في كافة الجوانب خاصة ما يحدث في القدس في الاماكن المقدسة بالاضافة الى ما يحدث في الاجتياحات مستمرة وكان اخرها في مخيم جنين ومخيم نورشمس وما حدث في نابلس وما يحدث ايضا في قرى مختلفة عريف بورين ترمسعية مصفة الى اخره مسافر يطا كل هذه القضايا يجب ان يكون لتركيا تدخل مباشر ومهم وعقب الاجتماع الثنائي بين الرئيسين عقد اجتماع موسع انضم اليه وفد البلدين وقدم الوفد الفلسطيني كل من وزير الخارجية والمغتربين رياضي المالكي وعضو اللجنة التنفيذية للمرظمة التحرير الفلسطينية محمد مصطفى ورئيس جهاز المخابرات العام اللواء ماجد فرج وقاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية محمود الهباش ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجد الخالدي وسفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى والى جانب العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات كان البعض الاقتصادي حاضرا بقوة في اللقاءات حيث وقع تحت رعاية سيادة الرئيس محمود عباس والرئيس التركي صندوق الاستثمار الفلسطيني اتفاقية شراكة مع الشركة التركية المطورة للمنطقة الصناعية الحرة في جنين وهي اول مدينة صناعية تركية خارج حدود تركيا وذلك لمباشرة تشغيلها واجعلها واقعا على الارض العلاقات التركية الفلسطينية هي علاقات سلسة مؤسساتية منظمة اذكر في السنوات الخمسة او ستة الماضية قمنا بالتوقيع اكثر من 27 اتفاقية حكومية بين فلسطين وبين تركيا بمعنى ان كافة القطاعات والاعمال الحكومية المشتركة اصبحت يعني منظمة في اطار هذه الاتفاقيات الى جانب ايضا ان هناك لجان فلسطينية تركية ترعى هذه الاتفاقيات وتعمل على تنفيذها لدينا اللجنة الحكومية الفلسطينية التركية المشتركة ولدينا ايضا مجلس التعاون الاقتصادي الفلسطيني التركي المشترك وهذه ايضا اللجان تعقد اجتماعاتها الدورية بين فترة واخرى لذلك البحث عن توقيع اتفاقيات جديدة في المجالات التي لم يتم التوقيع على اتفاقيات بخصوصها هو دائما مدار بحث ما بين القيادتين الفلسطينية التركية والفلسطينية بدوره اكد الرئيس التركي على مواقف بلاده الداعمة للشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلال واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطنية فيما عقد مؤتمر صحفي جمع سيد الرئيس محمود عباس والرئيس التركي تحدث فيه عما جرى خلال اللقاءات هذا وكان الرئيس اردوغان استقبل السيد الرئيس محمود عباس بمراسم رسمية وعزف النشدين الوطنيين الفلسطيني والتركي اذا هي زيارة تكتسي اهمية استثنائية خصب انها الاولى لسيد الرئيس محمود عباس بعد اعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وما هذا ترحب التركي بالسيد الرئيس والوفد المرافق له الا استمرار للعلاقات الثنائية والتاريخية والاستثنائية بين البلدين الشقيقين الذين يتقى سمان العديد والكثير من القيم من العاصمة التركية انقرة هدير شوامرة تلفزون فلسطين